انتشرت ظاهرة الكلاب الضالة في البلاد وتزايدت مما سبب في إزعاج الكثير من المواطنين وخاصة بعد تكرر حالات التهجم هذه الحيوانات الضالة على عدد من الأشخاص مما ساهم في المطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة بطرق حضارية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدورها قامت بوضع خطة للحد من هذه الظاهرة بالتنسيق مع جمعية حماية الحيوان بهدف حماية البشر والحفاظ على سلامتهم انتشرت في الأوينة الأخيرة ظاهرة الكلاب الضالة التي تسبب قلقا للبعض والتي تتبين الأراء بشأنها وكيفية التخلص منها الكلاب الضالة تأثرون فيها موهل البيوت والسكن البيوت هل الجواخير وهل الغنم والحلال والعمال اللي عندهم تأثرون في ظالة يعني ما يكون عندهم أكل فياكلوا من الدجاج والحمام يتعثرون بالغنم وفي هذا الإطار يبرز دور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في التصدي لهذه الظاهرة عبر عدة إجراءات لمكافحة الكلاب الضالة في مختلف المناطق طريقة الأولى اللي احنا ماشيين فيها اللي هي عملية استياد الكلاب الضالة ثم نوديها عندنا مأوى خاص لهذه الكلاب نتخذ فيها جراءات صحية طبعا نحاول نعرضها للتبني إذا ما لقين أحد راح ننقلها إلى موضوع القتل الرحيم الخطوة الثانية اللي في حل هذه المشكلة قمنا بعملية الإخصاء للذكور القتل الرحيم وعملية الإخصاء يراها مدافعون عن حقوق الحيوان جريمة فهل هناك حلول أخرى لهذه القضية؟ احنا ما ودنا طبعا نسوي هذا الشيء لكن دامنا فيه أزمة قاعدة تقول لازم تشوف لك أنسب حل لخفض هذا العدد الهائل من التلاب الضالة في الشوار ولكن الآن في ضمن الظاهرة هذه والبلاغات اللي قاعدتيني اليومية أنا بوجه التظير الآن بس أنزل الأعداد الموجودة طبعا أخفف الأعداد أقل للظاهرة هذه والبلاغات اللي يتيني ثم أنتقل إلى المرحلة الثانية وأنا بوجه التظير قلتش الخطين اللي ما شفيهم يعني أتوقع في مارهم راح أتي بعد سنة لما يقللون الأعداد هذه ممكن هالمرة أنتقل حق المرحلة الثانية اللي قلت عنها أحط لهم مايكروتوب أو علامة معينة أبين للناس ترى هذا التلب ممكن الرفق بالحيوان هو ثقافة لابد أن ترسخ في المجتمع هدف ستسعى الجمعية الكويتية لحماية الحيوان إلى تحقيقه جدوى الأعمال إن شاء الله يعني يضمن توعية المدارس وتوعية في الأماكن العامة إن شاء الله لمحاولة التغليل من التصرفات اللي قاعد تصير من قتل من ركل من رمي لهذه الحيوانات الحيوانات الضل موضوع شائك ما بين الإجراءات التي تتخذها الحكومة لصالح المواطن من جهة ومطالب الحقوقيين من جهة أخرى مروم حرم تلفزيون دولة الكويت